هل أنت جائع ليسوع المسيح؟ هل أنت عاطش اليوم؟ لأني لا أريد ديانة أخرى في حياتي أنا تركت الديانات، تركت الإسلام، أكرهه أريد أن أتحرر، أريد فقط أن أتحرر ثم شيء ما يحدث لذاك الشخص نسمة، لمسة أو زوبعة ما وأنا أعلم أنه يسوع ربما أنت هنا اليوم، وتقول أنا بحاجة إلى ذاك التغيير لأني لا أريد أن أبقى في مكاني بعد اليوم الآن هو أكبر وقت حصاد، هذا هو وقت نهضة حيث الله يأتي ويغير كل شيء من الرائع أن أكون هنا اليوم لكي أشارككم بكلمة الله وأريد أن أسألكم كم منكم يريدون أن يتمتعوا بحياة انتصار؟ من لا يريد تمتع بحياة انتصار جميعنا، نود أن نتمتع بحياة رائعة لكي نظهر قوة الله ونظهر سلطانه المذهل لهذا العالم المحتضر والضال كنت بحاجة لتلك القوة عندما كنت ضالة، أردت أن أرى قوته وهي تعمل في حياتي لأنني كنت في حالة مزرية بسبب حياة ظلمة التي أحياها لأنه لم يكن لدي رجاء، هذا الصباح كنت أشارك مع أحد الأخوات أنني كنت في حالة فوضى عارمة وكنت بحاجة إلى قوة الله ليغيرني كنت بحاجة ليسوع المسيح ليغير حياتي ربما أنتم تجلسون في مقاعدكم اليوم أو أنتم تشاهدوننا عبر البث وتفكرون أريد أن أحيا بحياة منتصرة ولم تكن حياتي منتصرة لم تكن حياة ناجحة لم تكن كما حلمت بها أن تكون لدي أخبار صارة لكم هذا من الممكن لا يهموا كم هو عمركم الآن ربما تشعرون كما لو أن القطار قد فاتكم في الحياة أمامكم وأنتم في عمر معين وقد فات الأوان لابد أن أخبركم بأن إبليس كاذب وهذه كذبته لأنني سأتكلم اليوم عن رجل عن يشوع القائد الحربي الذي نال مهمة ليس بعمر صغير ولا بعمر الشباب بل توجب عليه أن يدفع ثمنا كان هناك ثمن باهظ توجب عليه دفعه وقد أعطاه الله ليس له فقط بل من خلال يشوع أعطى الله الشعب بكامله حياة منتصرة من خلال رجل كان مطيعا لذا ربما أنتم تفكرون قد فات الأوان بالنسبة إليه لكن يشوع لم يكن شابا عندما تلقى المهمة ليكون قائدا قائدا عسكريا لأمة كان معين موسى كان مساعد موسى ومن ثم تلقى هذه المهمة العظيمة ليكون خليفته أحيانا يدعون الله لنقوم بمهام صغيرة وهي أمور صغيرة في عينينا لكنها بداية أمور كبيرة خدمات كبيرة أعمال كبيرة ومهمات كبيرة لأجل ذلك علمني الله حتى أنه كاد أن يبرمجني ألا أنظر أبدا إلى مهمة على أنها مهمة صغيرة أبدا لا تحتقروا البدايات الصغيرة بل اعتبروها دائما فرصة لتخدم الله وكان يشوع يفكر بتلك الطريقة كان مساعد موسى والمساعد ليس بلقب صغير بل هو لقب كبير خلق الله المرأة لأنه قال إن آدم بحاجة إلى معين ودعا داود الله أنت معين لي لذا فإن دعا داود الله بلقب المعين فكلمة معين ليست بكلمة أو لقب صغير أن نساعد أحدهم أو نخدمه هو أمر كبير في عيني الله لذا نحتاج لأن نغير وجهة نظرنا بخاصة في العالم الغربي إذ يريد الناس أن ينالوا خدمات كبيرة وأعمال كبيرة وألقاب كبيرة نتيجة لحلم الأفلام حلم هوليوود لكن خدمة الله بأي شكل هي أمر كبير ولم يستخف يشوع بمنصبه كمساعد قط ولا بد أن تلاحظوا أنه سيسلم مهمة جديدة ربما هذا الكلام لكم اليوم لديكم هذه العظمة فيكم يسكبها الله بشكل مباشر من عرشه وهو يريدكم أن تشعروا بهذه العظمة فيكم هذه ليست عظمتكم الخاصة بل إنه هو الذي يحيا في داخلكم وهو يريد أن ينقلكم إلى مكان جديد إلى مكان أسمى معه وربما لن يكون الأمر واضحاً وفق عيني البشر أو وفق معايير العالم لكنكم في هذه الرحلة تسيرون في هذه الرحلة شيئاً فشيئاً ربما تظهرون بعضاً من التقدم أو إشارات تغيير قليلة لكن ثابروا يا أصدقائي وتشجعوا لأنه سيكون هناك مهمة أعظم تحدد لكم ليس لكم فقط بل للشعب الذي سيتبعكم أو يراقبكم أو لعائلتكم أو لحيكم لمدينتكم أو لبلدكم أو للعالم لكي يأتوا وينظروا قوة الله في نهاية مهمتكم والقصد النهائي هو أن يتمجد الله أن يسبح الله وأن يظهر إله الكون لا أن تظهروا أنتم ليس أنتم بل هو لذا إن كنتم تحملون كتبكم المقدسة افتحوا معي على يشوع الإصحاح الأول يشوع الإصحاح الأول بدءاً من الآية ثلاثة يتكلم الله إلى يشوع أنا سوف أعطيك أنا سوف أعطيك كل موضع تدوسه بطون أقدامكم كما كلمت موسى سيكون تخمكم من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك أبداً لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم هذا وعد وهو من فمي لاهي نفسه مباشرة يعلم الكتاب أن الله ليس بإنسان ليكذب عندما يعيدنا الله بشيء هو ينفذ وعده وبمجرد قراءة للآية اليوم أعلم أن هناك ما يتحرك في داخلكم في إنسان القلب الخفي هناك ما يحدث لأنكم تسمعون وعداً نطق به فم الله نفسه بسلطان الله مباشرة لشخص واحد لكن هذا الوعد نفسه يستطيع أن يكون اليوم لكل واحد منكم ولي أنا وإن لم تكن هذه العظة لأي منكم فهي لي أنا لأنني أعظ بالإنجلي يومياً إلى العالم الإسلامي وهناك إله يعيد قائلاً ليشوع كل موضع تدوسه لكم أعطيته لكم أعطيته كم هو أمر رائع في كل مكان أينما ذهبتم وقلتم أنا سأرث هذه الأرض هذا ليس دعاء بتسمية الأمر والمطالبة به أريد أن أقف ضد فلسفة تسمية الأمور والمطالبة بها لكن عندما يقول الله الأمر عندما تتوافق الكلمات التي تقولونها لتعلنوا وتطالب مع مشيئة الله يحدث الأمر لا أحد ولا شيطان من الجحيم ولا شخص ولا رئيس ولا ملك ولا جيش يستطيع أن يقف ضد هذه الخطة والله يعد يشوع لا أهملك ولا أتركك أبداً كم هذا مذهل ربما تمرون ببعض المحن الشديدة اليوم تمرون بأوقات في حياتكم تتساءلون من سيصلح هذا كيف يستطيع أن يتحول هذا إلى أمر جيد كيف قد يتحول هذا الموقف لأنه من وجهة النظر الطبيعي هذا مستحيل وفق ما نراه نحن لا يمكن أن يحدث الأمر لكن الله يقول إن تدخلت أنا ليس في الطبيعي بل فيما يفوق الطبيعة عندما أكون معكم عندما أذهب معكم وتتمتعون ببركتي عندما يرافقكم حضوري عندما تتمتعون بقوتي عندما أكون أنا في حياتكم فما ترونه في العالم الطبيعي لا يهم أبداً لا تهم المعلومات التي لديكم لا تهم المعلومات التي أعطاكم إياها الطبيب لا تهم لأن المعلومات في العالم الطبيعي ستقول لكم إن لديكم بضع سمكات وبدع كسرات خبز لكن ما يفوق الطبيعة يقول لكم إنه بتلك المعلومات بتلك المعطيات تستطيعون أن تطعموا جموعاً المعطيات التي ترونها أمامكم الماديات التي ترونها الناس الذين ترونهم لأنني إن نظرت إلى العالم الإسلامي من عينيي البشر من العينين الطبيعتين أقول من يستطيع أن يفعل هذا وقد قلت هذا من يقدر على هذا لكن بعد ذلك تنظرون إلى الأمر من وجهة نظر الله وقد قلت هذا الفوق الطبيعية وكل ما عليكم قوله هو ما أقوله كل أسبوع أثناء البث التليفزيوني المباشر كل ما علي فعله هو أن آتي يجب أن أكون مطيعة لابد أن أنظر إلى هذا على أنها فرصة لأخدمك يا الله والباقي لك ليس عملي أن أصلح هذا بل هو عملك أنت كل ما علي فعله هو أن أستسلم وأخضع لمشيئتك هذا كل ما علي فعله ولا يمكنكم أن تتخيلوا كم هو الثقل وكمية المسئولية الكاذبة التي يستطيع الله أن يرفعها عن أكتافكم لمجرد أن تستسلموا وتقول بكل بساطة لله التالي أنا أعرف مكاني أعرف إمكانياتي ليس من واجب أن أتغلب وحدك تستطيع أن تفعل هذا لكن رجلا واحد أو امرأة واحدة مع الله يساوي الأكترية هذا كفاية وهذا ما يقوله الله ليشوع حيثما ذهبت أكون معك أينما ذهبتم أنا معكم وإن عبرتم بالنار سأكون معكم وإن عبرتم في المياه لن تغمركم الله لا يقول إنكم لن تمروا بالنار بل يقول إنكم ستمرون بالنار وسأكون معكم تماما كما كنت مع الفتية العبرانيين الثلاثة كنت معهم عندما دخلوا إلى أتوني النار وكنت معهم كان هناك شخص رابع في ذلك المكان تماما كما كنت مع دانيال عندما كان في جب الأسود سأكون معكم لا يقول إنكم لن تمروا بالنار لن تمروا بالنار لا عبر دانيال فيها عبر الفتية العبرانيين الثلاثة فيها وعبر بولوس فيها الذي انكسرت السفينة فيه وجاع وعطشة وتعرى وتطهد وضرب وجلد وترد لكن الله كان معه لذا إن كنتم معه وهو معكم ستختبرون وتتوقعون ما يفوق الطبيعة والله يعد بذلك في هذه الآيات القوية والغالية التي يقول فيها اليشوع سأكون معك أينما تذهب أعيدك لا يقف إنسان في وجهك لا أحد لا أحد ما هذه اللا أحد لا أحد تعني وإن أتى الشيطان نفسه وواجهكم ووقف في وجهكم ليتحداكم أو يدمركم حتى الشيطان نفسه إن أتى الشيطان نفسه فلا أحد بما فيه هو أيضا يستطيع أن يقف في وجهك فكن بالحري الناس لأن إبليس بنفسه سيذهب عندما تنالون مهمة ضخمة فصدقوني إبليس سيرسل كل الأرواح التي تتبعه صوبكم لتهاجمكم لكن الله يقول إن لا أحد لا أحد سيقف بوجهكم سيأتون لكنهم لن يقفوا بوجهكم وليس الأمر باحتمال بل بحتمية مجيئهم ضدكم لأنكم ستواجهون محنا في هذه الحياة قال يسوع لكن سأكون معكم حتى النهاية سأمنحكم السلام الذي لا يستطيع العالم أن يمنحكم إياه الذي لا يستطيع اليوغا أن تمنحكم إياه سأمنحكم السلام الذي لا تستطيع بعض الموسيقى التأملية الأرضية أن تمنحكم إياه سأمنحكم السلام الذي لا يستطيع تسوق أن يمنحكم إياه سأمنحكم السلام الذي لا يستطيع العالم أن يعطيكم كل ما تحتاجون إليه هو أنا وإن كنت معكم فأنتم على ما يرام إن كنت معكم ستكونون بخير وبعد ذلك وبعد أن وعد الله بذلك لأن كثيرين يكتبسون هذه الآيات ليس في سياقها أصغي إلي نحن بحاجة لأن نقرأ الكتاب المقدس في سياقه دائماً ما أقول إن السياق السياق هو المقطع أو الإصحاح بكامله وأحياناً الكتاب بكامله العهدين القديم والجديد لا يمكنكم فصلهما تحتاجون لقراءته في السياق في متى الإصحاح أربعة مثلاً أتى إبليس واقتبس آية ليسوع اقتبس إبليس آية أحياناً حتى إبليس يستطيع أن يقتبس آية ليشعركم بالصواب ليشعركم بالصواب بنظر أنفسكم وهذا خطر جداً لكن يسوع أجابه بآية أخرى فقال له إنه مكتوب أيضاً هذا في سياق الآية عندما يقول الكتاب المقدس إنه مكتوب أيضاً يضع الآية في سياقها وأيضاً يكمل ويكمل الآية يأتي إليكم العدو قائلاً أمراً ما آية واحدة حتى في كلمة الله لكنه مكتوب أيضاً إليكم ما يقوله الناس لن أهملك ولن أتركك لكنه مكتوب أيضاً أنه هناك شروط ينبغي أن تحققها هناك شروط يقول ليشوع ينبغي أن تطأ على كل مكان وتستطيع أن تطالب فيه أن تعلنه وسيكون لك لكنه مكتوب أيضاً أنك تستطيع أن تفعل ما أدعوك للقيام به ولن يقف أحد في وجهك لكنه مكتوب أيضاً عليكم أن تقرأوا بقية المقطع تشدد وتشجع جداً تشدد وتشجع جداً من المذهلي أن يريث يشوع كل تلك الأراضي ويهزم جميع هذه الممالكة العدوة كان عليه أن يتشدد لكن بولوس قال أيضاً حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي لأنه بالطبيعة نحن جميعاً ضعفاء بالطبيعة لا قوة لدينا لا أستطيع أن أعدى بأنني سأكون على قيد الحياة غداً لأجل ذلك من المهم جداً أن تتمتعوا بعلاقة شخصية مع الله اليوم ينبغي أن تتصالحوا مع الله اليوم لا قوة لديكم لتعرفوا أو لتصنعوا ذلك بأنفسكم أن تخلصوا أنفسكم من نيران الجحيم لذا نحن بحاجة إلى يسوع لا قوة لدينا لكننا أقوياء وأشداء من خلال يسوع المسيح لا أستطيع شيئاً الله يقول في يوحنى لسحا 15 من دوني لا تقدرون شيئاً لا شيء لكنني أستطيع كل شيء هو مكتوب أيضاً أنني أستطيع كل شيء في يسوع المسيح الذي يقويني لذا عليكم أن تفهموا أنني أستطيع كل شيء معه لكن من دونه لا أستطيع شيئاً لذا يعلمه الله أن يتشدد ويتشجع وأريد أن ألفت انسباهكم إلى أحد هذه الكلمات الصغيرة كن كن هي كلمة كبيرة وهي كلمة قوية جداً كن في البدء قال الله ليكن نور وكان كذلك قال الله ليكن هناك حياة وكان كذلك وعندما قال كن متشدداً ومتشجعاً أؤمن أنه في تلك اللحظة عينها كان يسكب في يشوع ما يحتاج إليه وما يحتاج أن يكونه ليحارب معارك الله كل ما على الله فعله هو أن يقول كن كن متشدداً وتشجع لأن الله يعرف ما يحتاج إليه الله يعرف ما تحتاجونه أحياناً علينا أن نصلي يا الله قل كن لي مهما كانت مشيئة كل كلمة كن فيكون عندما نقول أمين هذا معناه ليكن كذلك أكمل الأمور هذا ما نقوله إذن الله يقول له كن متشدداً وتشجع كن عندما ذهب يسوع إلى الرجل قرب البركة الذي كان مقعداً منذ ثلاثين سنة هو معاق قال له قم وامشي لم يصلي بل قال له قم وامشي أتعرفون ماذا يحدث عندما يقول الله لكم شيئاً كل ما عليكم فعله هو أن تستقبلوه دائماً ما أقول إن الاستقبال هو هدية الاستقبال عطية كل ما عليكم فعله أحياناً هو أن تستقبلوها كل صباح إليكم ما أفعله أريد أن أشارك معكم من حياتي صلاتي الشخصية في كل صباح عندما أستيقظ هذا ما أقوله لله أريد كل ما أعددته لي أنا أقبل كل ما حضرته لي أستقبل كل شيء وأقبل كل شيء أعددته لي وأنا لا أخشى من قول هذا لأن كل ما أعدده الله لي هو أفضل مما أستطيعه لنفسي أفضل من كل ما أريده لنفسي لذا أنا أقبل خطة الله لحياتي بيدين مفتوحتين وأقول لله أريد كل ما أعددته لي لا أريد أحداً ولا أي شيطان أو أي عدو أو أي روح غير طاهر أن يقف بيني وبين خطتك لي بعد ذلك أبدأ بتغطية النفس وعائلتي بدم يسوع المسيح قبل أن أطأ على الأرض حتى هذه أول صلاة أصليها في كل صباح صباح الخير يا الله أريد كل ما أعددته لي وربما علينا أن نبدأ بالقول كلي كن متشدداً وتشجع كلي هذا أنا أستقبله امسحني امسحني لا تذهبوا إلى الناس لا تذهبوا إلى الناس طلباً للمسحة بل اذهبوا إلى الله ودعوا الله يمسحكم دعوا الله يمسحكم من عرشه لا أريد أن يمسحني أي شخص آخر إن رأيت الرسول بولوس سأذهب إليه إن رأيت رجلاً يسلك مسائلية سأذهب إليه لكنني لن أطلب من أحداً سوى الله ليمسحني بما يريده هو ولا بد أن يكون ذلك وفقاً لمشيئته وبعد ذلك يحدد الله ثمن ليشوه اسمعوا لا شيء يأتي ولا مهمة تأتي من الله من دون ثمن معين ولا بد أن تدفع ثمن كان لدى يسوع مهمة وكان لمهمته ثمن كان ليشوع مهمة ولمهمته ثمن كان لدنيال مهمة وثمنها كان لبولوس مهمة وثمنها إن لم ترغب بدفع الثمن لا تطوعوا حتى للقيام بالمهمة من الله إن أردتم أن تبقوا في منطقة راحتكم لا تطوعوا لأنه لا يمكن تحقيق أمور عظيمة في منطقة راحتكم كلا بل عليكم أن تقولوا لله أريد أن تكون مشيئتك في حياة بأي ثمن مهما كلفت وهي صلاة خطرة لكنها تستأهل هناك أشخاص هنا اليوم والبعض ممن يشاهدون هذا البث أريد أن أدعوكم اليوم إن لم تبلغوا من قبل مكانا مكانا مع الله وصلتم فيه إلى مرحلة تسلمون مشيئتكم له فابدأوا بفعل هذا اليوم سأدعوكم لأن تتقدموا تعالوا واستسلموا دعوة بسيطة تعالوا وسلموا مشيئتكم لمشيئته وإليكم صلاة أخرى أصليها في كل يوم أنا أتنازل عن مشيئتي في كل يوم وأتنازل عن حكمتي وأريد أن أدعوكم لفعل هذا هل تريدون أن تعيشوا حياة منتصرة؟ عليكم أن تتنازلوا عن مشيئتكم عليكم أن تتنازلوا عن حكمتكم لأن الكتاب يقول إن الحكمة الأرضية شيطانية أريد الحكمة الإلهية أريد الله في حياتي أريد أن أدعوكم اليوم تعالوا لأنكم لا تستطيعون أن تتخيلوا ما سيفعله الله بحياتكم إن أتيتم واستسلمتم ربما أنتم تجلسون اليوم في مقاعدكم ولا تعرفون يسوع ربما أنتم من العالم الإسلامي وتعتقدون أنه مجرد نبي إذن لا تعرفونه أرسل الله ابنه الوحيد لكي يؤسس علاقة شخصية معكم تعلمون لما؟ لأنه يريدكم هو لم يخلقكم وحسب هو لم يخلقكم ليترككم كلا بل هو خلقكم لأنه يريد قلبكم ويريد أن يكون معكم لكي تعيشوا حياة انتصار ربما حياتكم تتألف من أن تضربوا الحائطة برأسكم يوميا من دون أن تصلوا لمكان اليوم هي نهاية الرحلة الصعبة الحالكة القاسية حان الوقت لتخضعوا مشيئتكم لمشيئة الله تماما كما فعل يسوع في بستان الجستماني عندما قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك لا مشيئتي تنازل يسوع عن مشيئته في بستان الجستماني لأنه كان يعرف أن هناك صورة أكبر لأنه كان يعرف كان يعرف أنه نزل إلى الأرض من أجل الجموع من أجل مليارات الضالين والمنبوذين والمتألمين والمرضى نزل من أجل مهمة عظيمة كان يعرف ذلك وكان يعرف أن هناك ثمن باهظ يدفعه وذلك ليحمل عنكم خطاياكم وخطياي واللعنات التي كانت موضوعة عليكم وعلي ليأخذها دفع الثمن على الصليب كان عليه أن يقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك لأن خطتك كاملة لي وليس لي فقط بل لعائلتي أيضا هو كتأثير الدومينو عندما تسلمون الأمور ستبدأ تتغير في الأجواء عندما تسلمون هناك تغيير في حياة الأشخاص في دوائركم وكلما كنتم أمناء كلما ازدادت دائرة نفوذكم أكثر فأكثر 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 اليوم هو اليوم لتكرس حياتكم ليسوع المسيح أو لتعيد تكريس حياتكم لتقولوا لن أطلب ما الشيئتي وأنا سبقا وقلت ذلك في اليوم الذي أردت فيه الانتحار وربما اليوم هو اليوم لتقولوا ما الشيئتي لا تنفع فلتكر ما الشيئتك لتكر ما الشيئتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر